اهلا بكم في النشرة الثقافية افتتح معرض ذكريات محفورة بالفولاذ أصداء من دلم وما بعدها للفنان الإسباني خوان غريزبال في متحف البحرين الوطني بتنظيم من مؤسسة راشد الخليفة للفنون وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والأثار وبحضور شيخ راشد بن خليفة الخليفة رئيس المجلس الوطني للفنون رئيس مؤسسة راشد الخليفة للفنون وسيدة فرح مطر مدير عام الثقافة والمتاحف بهيئة البحرين للثقافة والأثار إلى جانب جمعا من الدبلوماسيين والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي ويستمر المعرض حتى الثالث والعشرين من مايو من عام الفين وخمسة وعشرين ويتيح للزوار فرصة للتفاعل مع ثني عشر نصبا كبيرا في الباحة الخارجية للمتحف مما يوفر تجربة ثريدة تجمع بين الفن والطبيعة كما يمتد الجزء الداخلي من المعرض بسرد ملهم ويضم خمسة نصب أصغر ورسومات مفصلة تدعو الزوار إلى رحلة تأملية تربط بين التاريخ والحداثة أقامت هيئة البحرين للثقافة والأثار بالتعاون مع وزارة الثقافة اليونانية ندوة دولية بعنوان ثقافة تايلوس الأثار الهينستية في البحرين وذلك بهدف تسليط الضوء على تاريخ تايلوس الذي يحكس حقبة غنية من التفاعل الثقافي والتجاري بين البحرين والعالم اليوناني خلال الفترة الهينستية عقدت الندوة في مقر منظمة اليونسكو في باريس بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار والمديرة العامة لليونسكو وشخصيات دولية بارزة وناقشت أبحاثا حول حضرة تايلوس بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والثقافية مع العالم اليوناني والنقوش المكتشفة في البحرين كما تناولت استعراضا للمواقع الأثرية التي تكشف عن اندماج بين التقاليد المحلية والهينستية استضافت أسرة الأدباء والكتاب الشعر الإماراتي الدكتور طلال الجنيبي بحضور الدكتور راشد نجم رئيس مجلس إدارة الأسرة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك في إطار الفعاليات الأسبوعية التي تنظمها أسرة الأدباء والكتاب أدارة الأمسية الشعر نادي الملاح عضو مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب ورئيس لجنة الشعر وعربت الملاح عن سعادتها بنجاح هذه الفعالية التي أتحف فيها الجنيبي الجمهور بقصائده المميزة التي لامست قلوب حضور مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التفاعل الجمهور كان رائعا مما يعكس شغفهم بالأدب والشعر نظمت هيئة التراث النسخة الثانية من معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية بنان مقدما تجربة استثنائية تجمع بين استعراض الحرف اليدوية التقليدية والأنشطة التفاعلية التي تعزز ارتباط الجمهور بالتراث الثقافي ويتيح المعرض فرصة فريدة لاستكشاف ثقافات متنوعة من حول العالم حيث يشارك فيه حرفيون من 25 دولة ليصبح وجهة ثقافية غنية تحتفي بالأرث الثقافي غير المادي تميزت أجواء المعرض بتصميم أجنحته المستوحى من العمارة التقليدية حيث تنتشر روائح الأخشاب والجلود الطبيعية مما يخلق إحساسا بالحنين والارتباط بجذور الماضي كما يمكن للزوار مشاهدة الحرف اليدوية أثناء عملية إنتاجها مباشرة بحث الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال لقائه في بيت الحكمة بالشرقة مع المدير العام لمنظمة إيكورم تعزيز التعاون بين إمارة الشرقة والمنظمة الدولية ودعم الجهود المشتركة في حفظ التراث الثقافي وتطوير مبادرات مستدامة لإدارة التراث الإنساني واستعرض اللقاء الدور الرائد الذي يقوم به مركز إيكورم الإقليمي في الشرقة في حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية باتباع المعايير الدولية ترجمة نانسي قنقر